برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض احتفلت جمعية الإعاقة الحركية حركية بزفاف 220 شابا وشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض الحفل استهل بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر المطوع الذي شدد على أهمية الوقوف مع ذوي القدرات الخارقة كما أطلق عليهم في كلمته يفتقد المعاق أكثر ما يفتقد الونس وأيضا المعين يحتاج من يدفع ربيته من يقود سيارته من يطبخ له من كذا فالزواج بالنسبة له مهم جدا وفي الدرجة الأولى مرة أخرى يقول الونس أن الوحدة قاتلة وانشغال الناس عنه فإنه في أمس الحاجة إلى زوجة وأيضا محتاجة إلى زوج عقب ذلك كلمة ألقاها سفير الجمعية محمد الشريف انطلقت بعدها رقصاته من الفلكلور الشعبي المتنوع من مناطق المملكة بمشاركة العرسان الجدد فرسان الليلة لم يخفوا سعادتهم في ليلة عمرهم ولم ينسوا دول الجمعية البارز في إنجاح الزفاف الله يبارك بعمرك شعورنا لا يوصل شعور عريسة الحمد لله شكرا الجمعية ما قصروا معناه بس كان بالدعم بكل شيء لا يوصل فسأل الله يوفقهم يجزهم كل خير أي والله يحفظك وفي ختام اليوم كرم الأمير فيصل الرعاة المشاركين والداعمين للزفاف والتقط لسموه صورة تذكارية مع المحتفى بهم الذين قابلوا الأميرة بابتسامة لسان حالها يقول شكرا لكم صنعتم البسمة وأدخلتم الفرحة على قلوبنا تركي حبتر الإخبارية الرياضة طبعا حافل جميل وطبعا يفرحنا كلنا مثل هذه المناسبات يتفرحنا كثير رحب بي ضيوفي مشاهدين الأعزاء هنا في استوديو الإخبارية لأستاذ ماجد السريع مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية الحركية حياك الله أستاذ ماجد الله يحييك يسول العلاقات العامة في الجمعية مدير العلاقات العامة الأستاذ عبد المحسن القشعمي أبد كلكم طال عمرك عينين في رأس وكذلك طبعا نرحب بعريسنا نرحب طبعا بعريسنا وطبعا ألف ألف مبروك أخونا عدنان الخشرمي أحييك الله أبارك في حياتك إن شاء الله ألف ألف مبروك الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله أستاذ ماجد يعني نبدأ بأنه طبعا نحن ما نبغى نسأل على الشعور لأنه بنحرقها من البداية فريدنا نأجلها شوي أستاذ ماجد يعني كيف كانت الاحتفالية الجميلة اللي كانت أمس أولا بسم الله صلاة والسلام على رسول الله أشكرك على حسن الاستضافة الله أدكم الصح والعافية وأنتم منبرنا للقناة الإخبارية اللي يعني منكم نسأل رسالتنا للمجتمع طبعا أمس وقيم حفل الزواج السادس لجمعية الإعاقة الحركية الكبار طبعا كان عندنا 110 من العرسان طبعا كلهم من ذوي الإعاقة طبعا بحضور الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية هو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر حفظه الله طبعا الرائع الحفل وبحضور أصحاب السمو الأمير الأمير محمد بن سعود ومجموعة من المشايخ ورجال الأعمال طبعا جمعية الإعاقة الحركية الكبار طبعا هي جمعية أسسة عام 1428 وبرنامج الزواج من عدة برامج متسلسلة في الجمعية طبعا برامج الجمعية تهتم بدمج المعاقب المجتمع طبعا البرامج التي تدمج المعاقب المجتمع منها الزواج منها برنامج ذرية عدة برامج متسلسلة طبعا الجمعية زوجت أكثر من ما يقارب من الألف ومئة عريص طبعا طيلة الست سنوات اللي فاتت طبعا أمس صار الزواج عندنا طبعا بالعرسان وبالفرسان طبعا الرسالة اللي توجهها للجمعية طبعا وجهونا الأشخاص طوالعاقة في الزواج هذا أن المعاقب قادر أنه مستطيع أن يتزوج مستطيع أن يكون أسرة مستطيع أن يمارس حياته بالشكل الطبيعي طبعا بالأدوات المساعدة التي تساعدها على شيء هذا طبعا عندنا طبعا الزواج يقيم طبعا في مركز الملك فهد الثقافي بدعم ورعاية طبعا من أمير المنطقة ومن حكومتنا للرشيدة طبعا ومن المهندس رئيس مجلس إدارتنا المهندس ناصر المطوع طبعا هو وراء العمل الجبار هذا كله طبعا هذا عمل يعتبره يعني جبار ووراءه رجالات طبعا من رجالات البلد طبعا يدعموهن ماديا ومعنويا وهذا اللي نحتاجه حنك كذوي عاقة ومن زملانه طبعا في المشطة أخوي عدنان وشعورك أنت طبعا نمس العريس والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والشيء الشعور الأول والأجمل أنه احتواء المجتمع مش شعور مجزأ لي أنا خاصة الشعور أنه تحسن المجتمع ينبض باللي حوله وهو هنا الأثمن والأجمل جميل لكن بالنسبة للشعوري أنا كأي شعور أي إنسان يفرح في حياته الحمد للقين الراية الجميلة من اللي حولنا نتمنى من المجتمع الوقوف مع حركية وإدارتها القيمة ونشكر صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر الراعي الأب الحاني لجميع الظروف اللي حوله من ناحية الجمعية فنتمنى من جميع المجتمعنا الغالي الدعم الحقيقي لنا في كل أشياء اللي تخص حركية أو تخصها لذوي الإحتاجات الخاصة أنت ذكرت كلمة الدعم مرتين أخي عدنان سمي هي مهمة وأنا عارف كذلك ذكرها طبعا الأستاذي ماجد وش اللي ناقصكم وش اللي ينقصكم ما في شي ناقص أنا أشوف أنه طبعا أنتم يعني نظرة المجتمع لكم بأنكم أنتم لا تختلفون عن أحد أبدا وهذا الحقيقة وهذا المنطق وأنتم مننا وفينا وإحنا منكم وفيكم يعني إحنا لا نختلف على هذا الموضوع إحنا كلنا أفراد لهذا المجتمع دون أي تصنيف ولكن النقطة يعني أنت ذكرت كلمة الدعم مرتين وش اللي ينقصكم ينقصنا بالنسبة لدعم الدولة الدولة محتوياتنا كمجتمع كمجتمع ما نبغل التجزيء كأننا منفردين في المجتمع نبغى مثلا الإحتوان من جميع الناس اللي لهم مثلا الدخل المالي ويكونوا محتويين ذوي الإحتاجات بمشاعدة الجمعية بإدارتها يعني ما يكون الضغط كله على نفس إدارة جمعية الحركية يعني إذا جاء الدعم مجزة سيكون أقوى أثمان أخوي عندنا أنت موظف أنا والله يعني كموظف حكومي من الموظف حكومي موظف قطاع خاص لكن موظف الحمد لله جميل يعني هذا يثبت بأنه الحمد لله أنا فنان تسكيل الحمد لله لي 34 معرض الحمد لله مشارك فيه معرض واحد دولي الحمد لله وإن عدنا ماشاء الله رب العالمين أنت من الناس اللي إحنا نفخر فيك الله يعزك الله يطول في عمرك وهذا الحقيقة التي لأنها لا تحجب الشمس بغربال أنت من المشاهد اللي الواحد يقول الله يعطيك الصحر الله يطول في عمركم نفخر فيك سواء كان يدعمكم بحسكم الله يعطيك الصحر طبعا أستاذ ماجد الآن أرجع لك في عملية أنه أنت طبعا أحد المسؤولين في دارة الألاقات العامة والإعلام في الجمعية الجمعية سوت مشاريع كثيرة و أنت ذكرت أن الزواج الجماعي هو أحد المشاريع وهذا طبعا سادس نسخة له نعم سادس نسخة ما هي المشاريع المختلفة التي لديكم في الجمعية؟ طبعا نحن عندنا في الجمعية طبعا المشاريع عندنا برنامج طبعا هي برامج متسلسلة الجمعية طبعا أسسوها أشخاص من ذوي العاقة وتبناها المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة حاليا طبعا أسست من قبل الأشخاص المعاقين احتياجهم ما يحتاجونه يحتاجه الشخص المعاق لاندماجه في المجتمع من حيث أول برنامج استسعى الملتقى الشهري الملتقى الشهري يجمع ما بين الأخوان من ذوي العاقة طبعا حديثي الإصابة بحكم عندنا في المملكة العربية السعودية أعلى نسبة إعاقة يعني عندنا فئة الشباب نسبة 70% من الحوادث يعني إصابات الحوادث عندك 18 حالة إعاقة يوميا في الإحصائية الأخيرة أحد البرامج طبعا أنت لما تتكلم عن نسبة هذا لما يجيك شخص مصاب عمره 15-16 سنة ما يرجع يمارس حياته الطبيعية بشكل طبيعي ما يرجع يكمل دراسته ما يرجع يتوظف ما يتزوج ما يكون الأسرة ما يكون عالى على المجتمع وعالى على الدولة وعالى على أسرة وعالى أهل أما إذا انطلق في الحياة يعني سبحانا الذي صخر لنا هذا وما كنا لها مقرنين الآن نستطيع مارس حياتنا بشكل طبيعي السيارة تقدر تجهزها تقدر تمارس حياتك تقدر أنك تكون لكوسرا تتوظف تمارس حياتك الطبيعية ودولتنا يعني دولتنا دولة مباركة يعني راعتنا و هيئتنا جميع ما نحتاج يعني عندنا الدولة تصل في الأجهزة التعويضية الخاصة بينك معاق على طالي دعم الدولة أستاذ ماجدون أعتدر على المقاطعة ولكن كيف دور وزارة الشؤون الاجتماعية معاكم طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية طبعا عندها خدمات تقدم لنا كمحاقين أنت لما تتكدم على الأجهزة التعويضية طبعا في بعض القصور وبعض يعني يعني بحكم يعني كثير من الزملاء ما يعرف إش حقوقه في الدولة في الوزارة طبعا الدولة مخصصة وزارة الشؤون الاجتماعية معنية بنا كمحاقين تأملنا جميع احتياجاتنا وجميع ما نحتاجه من أدوات مساعدة طبعا هناك بعض القصور البسيط بس الآن في التطور يعني مع الدكتور ماجد ضلعة الصحة وزير الشؤون الاجتماعية يعني على تطوير الشيء فيه نقلة حسيتها خلال الفترة والله نعم نقلة طبعا آخرها الشيكات لأكثر من خمس آلاف مستفيد طبعا سيارات بدل السيارات عوضوا بشيكات والآن فيها الدفعة القادمة يعملون عليه وزارة الشؤون الاجتماعية وحسينا بتغير يعني تغير لا بحس به يشتبهون من وزارة الشؤون الاجتماعية طبعا حنا كمحاقين نحتاج إلى هيئتكم مستقلة لنا كمحاقين يعني أنت لما تتكلم عن هيئة طبعا عندنا في جمعية العاقة الحركية الكبار دور الجمعية يقتصر في بعض الخدمات تقدم طبعا نحن تقدم خدمة برنامج توظيف برنامج الملتقى الشهري برنامج الزواج برنامج ذرية بعد الزواج المصاحب يعني برامج عدة بس طبعا إذا كان لك هيئة مستقلة طبعا تبع وزارة الشؤون الاجتماعية أو تبع الدول الملكي تعتني بالخدمات المقدمة للمعاقين في الدولة ليش طلبت بهيئة يعني وزارة الشؤون الاجتماعية ما هي كافية دورها لا أنا من وجهة نظر وجهة نظر كثير من الزملاء وزارة الشؤون الاجتماعية عندها يعني تقدم الخدمات الكثيرة لجميع الفئات المجتمع هذا من باب التخصيص يعني نعم تخصيص تكون هيئة مستقلة لأن أبغى أعرف حقي أنا أعرف الحقي والثاني أعرف بس فيه كثير من زملانة في المناطق الناية فيه كثير من زملانة مثل من المصابين بالإعاقات يتشتت بين وزارات حنا الحكومة يدها الله عندنا أنظمة وعندها بس مشكلتنا في الشتات بين وزارات أنت لما شخص تجيه مشكلة في إدارة التعليم وين يروح يروح للوزارة التعليم حنا نبغى جيها خلاص أنا كشخص مصاب معاق حصلت المشكلة أروح للهيئة مستقلة هذه تحل مشكلتي وإلى أرجع للوضع الطبيعي جميل إلى أمارس حياتي بالشكل الطبيعي هذه فكرة من أجمل الأفكار بأمانة تكون هذه المتخصصة مساعدة لكم وأنتم طبعا من أطراف المجتمع المهم جدا يعني يا أخوي عدنان يعني أنا مشاعر الفرح موجودة وانت طبعا فنان إن شاء الله أكلمني عن مجالك الفني مجال الفني فنان تشكيلي كم لك سنة؟ تقريبا من المتوسط طبعا كعش أنا ما أخذتك كمهنة وكاتب أنا في نفس الوقت برضو بكتب عندي ديوان إن شاء الله الشهر الجاي إن شاء الله بيطبع يمين وش رح يكون اسمه اسمه ود واختلاف بإذن الله في وسطه ثلاث دواوين أنا بحط الإختلاف فيها يعني ابتضاد بينت بعضها الود والاختلاف هو العنوان والود والاختلاف في الداخل في الداخل في الأحرف إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ينال أعجابكم أكيد أكيد رح ينال أعجابنا ولا بد أنه يكون في نسخة هدية للبرنامج إن شاء الله على خشمي أبشر يا بحر الراسي طبعا أستاذ مادد يعني على عجالة إحنا تكلمنا عن الجمعية وتكلمنا عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية يعني كلمة أخيرة تحب أنك تقولها لأستاذ المشاهدين أنا وأولا أقدم الشكر الجزير والله أقدم شغل لأشخاص وشتغلوا على البرنامج هذا وعلى الحفل اللي صار أمس يعني حفل مبهد جدا 110 عرسان يعني أشتغلوا فيها أشخاص تشتغل مدة سنة كاملة على الحفل هذا على البرنامج هذا برنامج الزواج جميل ومن الآن مشتغلين البرنامج السنة الجاي أسبوع الجاي يبدون شغل البرنامج السنة الجاي طبعا أنا أولا أقدم الشكر الجزير إلى قيادة رشيدة طبعا بمقام خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان حفظه الله طبعا طبعا هو والدنا ووالد الجميع وقدم الشكر لحصة صاحبة السمو الملكي حصة بنت سلمان بن عبد العزيز لتشرفها طبعا هي راعية حفل النساء كانوا ملاحظة في الإنتر وهذا غير مستقرب على قيادتنا يعني دعمهم لنا وقدم الشكر لأمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل على الحضوره أمس ورفع معنوياته لزملائي وقواني أنا أشكرك أنت وأشكر أخوي عدنان لأنه فعلا أنتم أطراف في المجتمع هذا اللي في عدة أطراف وكلها عندك تحت راية تحت راية التوريز وتحت العلم السعودي الله يعطيكم العافية على المشاهدة معنا وعندي بس شكر لكل مساهم كل مساهم طبعا معنا في الحفل الزواج على رأسهم المهندس ناصر المطور الله يعطيك العافية وشياخ عبد الرحمن الباهلي الشكر للجميع نعم وشكر للجميع من ساهم معنا في نجاح الحفل الزواج